موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا الحمد لله منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل مع صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نجيب على الرسائل حين وصولها إلينا في الحلقات السابقة المتعددة استعرضنا التهابات الحوض المزمنة وتأثرها على الأنابيب وقلنا أن التهابات الأنابيب الترم اللي كان بيستخدم زمان سالبنجايتس التهاب الأنابيب استبدلة ببلفك انفلاماتور ديزيز أو PID وهو التهاب الحوض لأنه عبارة عن التهاب في الأنابيب والبويضات والمبيضين والغشاء البريتوني حولهم وبالتالي يفضل إطلاق لفظ التهاب الحوض عن لفظ التهاب الأنابيب وقلنا لحضراتكم أن هذه زادت في السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة العلاقات غير المحمية بوسائل منع الحمل خاصة الوسائل الميكانيكية زي الكندوم أو زي العازل الطبي وقلنا أن السيدات هم المتهم البريء لأن غالبا الميكروب بيكون موجود عند الرجال ولا يحدث أي عرض عند الرجل ثم ينتقل بالعلاقة الزوجية إلى السيدات فيعمل التهاب حاد في عنق الرحم وهو يمر بدون ما حد يدرى به ثم يصعد إلى الرحم والأنابيب ويحدث التهاب حاد وقد يكون هذا التهاب الحاد بدون أعراض واضحة ظاهرة ثم يتحول إلى التهاب مزمن حيث يتم ضيق الأنبوبة ثم انسداد الأنبوبة ثم انتفاخ الأنبوبة أو حتى لو فضلت الأنبوبة نافذة قد يدمر هذا الالتهاب الأهداب الداخلية للأنبوبة والأصابع للأنبوبة اللي بتلتقط بها البويضة فتبقى الأنبوبة سلكة والأشعة اللي بالسبغة بتقول أن الأنبوبة دي كويسة لكن لا يحدث حمل وقلنا أن من أهم الميكروبات المؤثرة على ده هو ميكروب الكلاميديا وقلنا أن ميكروب الكلاميديا زادة وانتشرة في الفترة الأخيرة وأنه بيتم تشخيصه بوسائل معملية وأحيانا لا يتم تشخيصه إلا من خلال المنظار والمنظار له ظواهر معينة في التهابات الحوض والأنبيب اللي بميكروب الكلاميديا وبيحدث التساقات معينة في الحوض يدركها عين ذو خبرة الحقيقة الفيديو اللي أنا جايبه النهاردة فيديو واضح وموضح كل مضاعفات التهاب الحوض بميكروب الكلاميديا واللي دعاني أن أنا جيبه الفيديو ده وهو زمانه سمعني دلوقتي أحدى مريضات العيادة اللي عملنا لها منظار واكتشفنا أنها لا تحمل منذ سنوات نتيجة لوجود ميكروب الكلاميديا وكان فيه إثباتات عليه وظلت لا تحمل ونصحناها باللجوء إلى الحقن المجهاري وعملت حقن المجهاري وهي حامل ففوجئت بزوجها بيقول لي أن الطبيب اللي بيتابع الحمل معها بيقول له إيه علاقة الكلاميديا بتأخر الحمل فالحقيقة قررت أن أنا أشرح له إيه علاقة الكلاميديا بتأخر الحمل وهي معلومات يعلمها طالب كلية الطب فميكروب الكلاميديا ميكروب مدمر للأهداب الداخلية للأنبوبة وقد يحدث التساقات في الحوض وقد يعمل إنسداد في الأنبوبة ويضع في الأنبوبة وفرص حدوث الحمل منها وإذا حدث حمل بيزيد فرص حدوث الحمل خارج الرحم ده تأثير الكلاميديا وعلاقتها بتأخر الحمل للي مش عارف قدينة بنعرفه ونشرح له هل معنا اتصل؟ طيب ناخد نرهان وبعدين نشوف الفيديو اللي معنا فضلي السلام عليكم وعليكم السلام دكتور أنا عندي تكيبسات على المبايد أيها وكانت عمل لي مشاكل يعني في الهرمونيات وفي الغضة الدراكية وكده عالكت كل حاجة وزبطت الغضة وزبطت هرموني اللبن وكل حاجة وبدأت إن أنا أاخد مناشطات خدت فيمورة أول شهر وكان حجم البوايدة في اليوم التلات عشر كان تسعة عشر كان سعة عشر من وما حصلش حمل فالدكتور كتب لي على نولفا ديك وعلى فيمورة برضو فالشهر ده رحت ولاقيت في بوايدتين واحدة حجمها ست عشر والتانية حجمها عربعة عشر فأنا عايز أعرف يعني يا دكتور لو التبويض كويس يحصل حمل ولا ما يحصلش ده ثاني شهر إلا أنا أخد فيه المناشط آه حضرتك مستعجبة أنا دكتور بيقولي التبويض كويس وما حصلش حملة طب ليه ما حصلش حملة والتبويض كويس هو قبل بس حضرتك تقولي السؤال رقم 2 يؤسفني إن أقول لحضرتك السؤال اللي إحنا بنتسئله كل يوم في العيادة إنه لما يبقى التبويض كويس لما يبقى كويس لما يبقى كويس وأنا معرفش هو كويس ولا اللي يعرفه واللي شاف لما يبقى التبويض كويس وكل حاجة كويسة فرص حدوث الحمل فقط 30% فقط كم؟ 30% يعني فرص عدم حدوثه قديه؟ 30% لا فرص عدم حدوثه 70 يعني فرص عدم حدوثه مالها؟ ضعفه أكتر فرص حدوثه لا مش أكتر ضعفه أكتر وبالتالي الستات اللي بتاخد تنشيط للتبويض إذا حدث حمل المفروض يسأله هو حصل حمل ليه؟ لكن إذا ما حصلش حمل مش المفروض يسأله هو ما حصلش حمل ليه؟ لأن العادي والطبيعي والمتوقع والأغلب قال لا يحدث حمل عشان كده لما بندي 6 تنشيط للتبويض ما بنقول لهاش الاعتقاد اللي إزاي عند حضرتك وعند الستات المصريات أنا خدت التنشيط والدكتور قال لي التبويض كويس أنا مستنيه بقى اختبار الحمل في إيدي فرص حدوث الحمل فقط كام؟ 30% والأغلب قال لا يحدث وبالتالي يجب تكرار التنشيط على الأقل ما بين 3 ل 6 شهور لتزداد النسب لتقترب من 80% في الست شهور إذا لم يكن هناك عوائق أخرى وحتى لو لم يكن هناك عوائق أخرى فنسبة حدوث الحمل ليست 100% واضح كده دكتور من فانا التحليل بتاع الجوزي كويس فانا تحليلي كويسة يعني أنا المفروض هو يا فاندي من النسبة النسبة دي 30% في أحسن الظروف يعني إيه؟ لما يبقى تحليل كويس وتحليل جوزي كويس تبقى النسبة كام؟ لأ مش النسبة 30% تمام؟ فإذا كان تحليل الزوج أو تحليل حضرتك في أي مشاكل النسبة حتبقى إيه؟ أقل من 30% يعني دكتور لو كملت الست شهور ومحصلش حمل إيه اللي أنا المفروضة عامله؟ هذا يحدده متابع الحالة وليس أنا لكن كقواعد عامة يجب الانتقال لخطوة أخرى في فحصات تأخر الحمل لكن إيه اللي يناسب حالة حضرتك بالتحديد؟ أنا معرفوش بالتحديد لأن أنا بتكلم هنا في عموميات أما اللي يعرف حالة حضرتك بالتفصيل هو من اخترتي وتابعتي وراء الحالة ويتابعها تمام؟ لكن في العموم يجب الانتقال لمرحلة أخرى من فحصات تأخر الحمل يعني أن أنا بقى دي شهرين دي حاجة ما تقلقنيش ولا حاجة تقلقنيش يعني المفروض أن أنا في خلال الست شهور دول عدى منهم شهرين محصلش حمل المفروض أن دي حاجة ما تقلقنيش يعني؟ آيفا فرص حدوث الحمل في حالة حضرتك فقط 30% فالأغلب اللي لا يحدث 70% مش هيحدث وال70% اللي مش هيحدث دول يكرروا التنشيط كل ما يكرروا التنشيط كل ما نسب حدوث الحمل ترتفع تقترب بقى مع نهاية الست شهور باكتمال الست شهور تقترب من 80% لما يكون ايه؟ مفيش عوائق لكن في الشهر الواحد لو حضرتك وعشرة زيك دخلوا عيادت الدكتور خدوا نفس العلاج قال لهم كلهم الطبويت كويس اللي هيحملوا منهم تلاتة ليش هي دكتور شهور؟ ليه بقى لما يبقى الطبويت كويس؟ مش لازم يحصل حمل لعوامل أخرى كثيرة جدا 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 أولا لازم حضرتك تعرفوا وتدركوا أن ما يرى على الصنار هي ليست بويضات فالبويضة لا تدركها العين المجردة ما يرى على الصنار هي أكياس قد يكون بداخلها بويضات وقد لا وقد هذه البويضة تخرج وقد لا والبويضة اللي تخرج قد تكون جيدة وقابلة للتخصيب وقد لا وإذا كانت جيدة وقابلة للتخصيب قد يحدث الجماعة في الوقت المناسب للبويضة للتخصيب وقد لا وإذا خصبت البويضة فقد يستمر انقسمها وقد لا وإذا انقسمت وبقى في حمل قد يثبت في بطانة الرحم وقد لا لأن الستات اللي عندهم مشاكل في الطبويت عندهم مشاكل متعددة على خطوات متعددة منها هرموناتهم منها بطانة الرحم بتاعتهم منها جودة وكفاءة ونوعية البويضة وبالتالي كل مشكلة من دول بتمثل عائق زي اللي بيجري في سباء الحواجز فسباء الحواجز في عشر حواجز مطلوب انك تعديهم عشان توصل الى نقطة النهاية التبويض انه يبقى جيد ده حاجز من الحواجز الهرمونات انها تبقى جيدة ده حاجز من الحواجز تحليل الزوج انه يبقى جيد ده حاجز من الحواجز دول تلاتة لكن فاضل ست سبع حواجز اخرى يجب ان نتخطها وليس بالضرورة ان ننجح في تخطيها وبالتالي الكلمة الشهيرة اللي بنسمعها كل يوم في عيادتنا ان هو حضرتك قلتلي التبويض الشهر اللي فات كويس طب ليه بقى ما حصلش حمل ايوة ليه ما حصلش حمل لان العادي قال لا يحدث وان فرص حدوث الحمل فقط بتبقى 30% الفيديو ولا معنا اتصال طيب ناخد اتصال اتفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام يا فنة ازيك يا دكتور عابت اهلا بحضرتك انا مبسوطة بحضرتك قوي ومبسوطة ان انا متواصلة مع حضرتك انا تواصلت معك قبل كده قلت لحضرتك ان انا حامل ربنا قرمني وعملت حقا مجهري وان انا حامل في الشهر الرابع دلوقتي اخر الرابع بس انا قلولي وقفي برونت جست اللي هي الحقن وخدي لجوث كفاية مع لسه انا بتواصل مع حضرتك بحب استفيد معلومات اكتر من حضرتك وفي نفس الوقت انا متابعة برضو مع الدكتور بس مش بروح على طول بروح كل شهر مرة بس المركز عمتا يعني ايه لا يا مام ما عندكش حاجة وتمامه زي الفل ما بعرفش اخد ودي معهم في الكلام انا عندي دلوقت اكتشفت ان انا عندي سكر حمل سكر في البول بس انا لسه ما عملتش سكر صايم وفاطر التحليل يعني بس عايز اعرف بس برونت جست ده عملي حساسية جمدة في جسمي اوي حتى في شعري كمان يعني انا مقطع جسمي من الحساسية دي وعندي المسانة البولية اللي حضرتك ذكرتها من هي من منظر وكده من منظر الرحمي برضو مش مرتاحة من المسانة البولية دي ومش عارف اعمل ايه حضر معانش يا دكتور عايز اقول لحضرتك وسكر الحمل ده هل فيه خطورة على الحمل نفسه ولا على الجنين واعمل ايه وايه هو اكيد هيديني علاج وكده بس انا يعني عايز اتفيد من حضرتك مش اكيد لا مش اكيد لسه هشرح لجلوقتي وجود سكر في البول مش معناه انه عندك سكر بالمناسبة حاضر هقول لحضرتك حالة طب بالنسبة البرونتجيست يا دكتور اوقف اوقف البرونتجيست ولا اكمل الحقن حاضر اللي حضرتك بتقولي ده بالاسم حضرتك سمعين من خلال التلفزيون ده هرمون البروجستيرون الصناعي هرمون البروجستيرون اعطأه للسيدات الحوامل له التأثيرات الايجابية الاتاية بيرخي عضلات الرحم بيقل احتمالية الولادة المبكرة بيحسن بطانة الرحم لاستقبال الحمل السيدات اللي حملهم طبيعي مش محتاجين اي نوع من المثبتات والمثبتات اللي انا وغيري بنكتبها بادنى دورها الوحيد is to relieve the doctor headache and to give the patient something مكتوب كده في كتب الطب عشان الدكاتر يريحوا دماغهم من صداع العينين ايه ده معقول انا حامل ومش هتكتب لي مثبت طب خذي المثبت اهو تمام نمرة اتنين انه is to give the patient something عشان الست وهي خرجة في العيادة تبقى ماسك ورقة في ايه ان الدكتور اداها علاج اما الحمل الطبيعي المستقر فلا يحتاج لمثبتات واخد هذه الادوية لا دور لها لو كان الحمل طبيعي تماما وبالتالي لان حضرتك حملك عزيز ومش عايزين للمركز واجع دماغ فيحصل اي مشكلة في الحمل فتقول لهم ده انتم مدتينش مثبتات ده بيدوا مثبتات ياللي بتحافظ على الحمل فادوكي ده لكن هم يعلموا علم اليقين ان حضرتك مش محتاجة فلما عدنا الثلاث شهور وبقيت حضرتك في قمة ثبات الحمل وبالتالي مش محتاجة مطلقا فغيروا الحؤام اللي هي مؤلمة وبتتعب العضلة وبما بتصرفش بسهولة وممكن تعمل خراج في العضلة اللي بتتحقن بيها الى اللبوسات وهم ليهم نفس التأثير تماما نفس التأثير الايجابي وما فيش فرق بينهم سلبيا دي مخلية عندي هرش وحكة ومقطعة جسمي وشعري ووالأخر ممكن ايقافه لان زي ما قلت حضرك طالما الحمل جيد ومستقر هو لا يحتاج لكل ده وهم لهم بيدهولك ليه بيدهولك راحة لدماغهم بنده عشان العيانين عندنا ما بيسكتوش بنده عشان العيانين لو حصلها حاجة ما تجيش تقول انتم مدتونيش فاحنا بنده مش لانها محتاجة بنده عشان محدش يجيو يلوم علينا ويقول مدتوش ليه لكن حضرتك طالما الحمل وصل للرابع وبالمنظر ده انت مش محتاجة خلص نيجي بقى لنقطة سكر في البول لا يجب الاعتماد على تحليل البول لتشخيص وجود سكر في السيدات الحوامل البني آدم الطبيعي البني آدم الطبيعي لا يظهر السكر في البول بتاعه الا اذا ارتفع السكر في الدم عن رقم 180 وإذا كترة يعرفوه باسم رينال ترشولد وبالتالي اللي عنده سكر في البول يبقى اكيد سكره في الدم عالي فوق 180 ويبقى بالتالي عنده مشكلة سكر ده بعيدا عن الحمل في الحمل قد يوجد سكر في البول لأسباب عديدة وبالتالي لا يجب الاعتماد على تحليل البول لتشخيص الست عندها سكر ولا لا ممكن يبقى فيه سكر في البول بسبب حاجة اسمها المنتري جلوكوزورية ان السيدات الحوامل ربنا خلى جسمهم بيمتص الجلوكوز من الأمعاء بمعدل عالي فأول ما يكله يمتص الجلوكوز بكمية كبيرة جدا ويعلى في الدم جدا عن 180 فيظهر في البول لكنه بعد ساعتين حيرجع للطبيعي وهذا لا يعتد به كسكر ده زيادة في امتصاص السكر من الأمعاء واردة نتيجة للتغيرات اللي بتحصل في الحمل في سبب تاني لانه يبقى سكر في البول في السيدات الحوامل نعم حاجة اسمها رينالجلوكوزوريا ان الرينالس ريشولد الرقم اللي احنا قلنا الكليا تظهر البول تظهر السكر في البول لما يعل عن 180 في السيدات الحوامل بعضهن لسبب ما احناش فاهمينه وغالبا ما بين الشهر الرابع للتامن يقل الرينالس ريشولد يعني الكليا تظهر سكر في البول رغم ان السكر في الدم عند رقم 120-130 وهي أرقام غير مرتفعة وبالتالي وجود سكر في البول في السيدة الحامل لا يعني ان عندها مرض السكر السبب الثالث ان يكون فعلا نريضة سكر وسكرها مرتفعة وبالتالي لا يجب لاعتماد ولا لاعتداد ولا الأخذ بعين الاعتبار بتحليل البول ووجود سكر فيه في تشخيص سكر في السيدات الحوامل والسيدات الحوامل يتم تشخيص السكر فيهم بعمل تحليل سكر الصاهم واللي بعد ساعتين من الأكل وده له كفاءة ما لكن الأكثر دلالة منه عمل تحليل السكر التراقومي أو الهيموجلوبين السكري المصريين بيعرفوه اسم السكر التراكمي والأكثر دلالة منهم جميعا هو عمل ما يسمى بمنحنة السكر أو اختبار التحدي للجلوكوز أو جلوكوز تشالنج تست ست تروح المعمل صايمة وتسحب منها عينة ويا صايمة وتشرب 50 جرام جلوكوز وبعد نص ساعة أو ساعة أو ساعة ونص وساعتين وتلات ساعات يتخذ عينات أخرى لبيان هي سكرها بيعلة ولا وده القاطع في التشخيص لكنه مرهق لأنه بنشك الست خمس ست شكات في ساعتين ثلاثة فبعض الدكاترة بتخليه آخر الحلول وبالتالي يقينا وجود سكر في البول في سيدة حامل لا يعني يقينا أنه عندها سكر حمل أو أنه عندها سكر وأنها هتاخد علاج زي ما حضرتك بتقولي وقد يكون دي ظاهرة طبيعية من طبيعيات الحمل هل معنا اتصال آخر؟ ماشي تفضله تفضله يا فان وعليكم السلام ورحمة الله ممكن ترفعي صوتك شوية تفضلي ألو اتفضله يا فانو أهلا بك أهلا بحضرتك حضرتك أنا عندي 29 سنة متجوزة ليا خمس سنين أيو أول ما تجوزت حضرتك حملت بس للأسف كان حمل خارج الراحل للأسف أيو بس فبعدين الدكتور عملي عمليت فتح بطن وشال الأنبوبة الشمال وشال الأنبوبة أنا ريت بس في إحدى المتصلات يعني أنا هقطى حضرتك لمدة 20 سنية في واحد حد بعيتلي على صفحة البرنامج وقعدة بعتالي رسالة طويلة عريضة وإن حصل لها حمل خارج الراحم وبعدين قال أنا من إيه أنا هاخد تنشيط للتبويض ولا فهي بتسألني في الجزء الذي لا يجب أن تقلق منه فالحقيقة أنا عشان ما بقاش ببشرها بأي شيء شر ما قلت لها لا اللي حضرتك بتسألي عليه ده مالوش علاقة بالحمل خارج الراحم تقول لي هالل التنشيط اللي خدته هو اللي هو علاقة بالحمل خارج الراحم لا اللي مفروض تقلق منه بقى واللي مفروض تسأل عليه هو اللي حضرتك هتشتكي بيه وتقولي أنه حصلك بعد ما تأخروا في تشخيص الحمل خارج الراحم واضطروا إلى فتح البطن وستقصلوا الأنبوبة فمن وقتها إلى الحين إيه اللي حصل حضرتك كان الحامل خمسة ثغتين يوم أي ففتحوا البطن وشالوا الأنبوبة حصل لي ألم شديد كل ما روح للدكتور يجديني مسكنات وما كانوش عارفين أن ده حامل خارج الراحم لا في الآخر قالت لمؤخذة لما حصل يعني الأنبوبة انفجرت وحصل نزيف داخلي وحالة حضرتك تدهورت وكان الألم شديد وغير محتمل غير محتمل الجنب الشمال بعدين فجال لازم العملية دي الوقت يعني تمام أصبحت الحالة حرجة ويجب التدخل الجراحي العاجل عشان إنقاص حياة السيدة دي أيها دي وفتحوا البطن واستقصلوا الأنبوبة استقصلوا الأنبوبة الشمال تمام تمام بعدها الدكتور جالي بعد ستة شهور لو ما حصلت شحامل حانيزي علاج تمام ده كلام مش مظبوط طبيا يجب بعد شهرين لتلت شهور من عمل أي تدخل جراحي لحمل خارج الرحم يجب عمل أشعب السبغة لبان حالة الأنبوبة التانية لأن الأنبوبة التانية احتمال تأثرها احتمال مرتفع والتأخر في تشخيص مشكلة الأنبوبة التانية يؤدي إلى تقليل فرص سيدة في حدوث الحمل فحضرتك احكي بس أنا بعلق إيه المفروض يتعمل صح وإيه اللي تعمل لك تفضلي الحمد لله بعدها بربع شهور حملت الحمد لله ومعايا بنتي عندها أربع سنين ربنا يخليها لك الله يبارك لك يا ربنا وولدتها طبيعي ولا بقيصرية بقيصرية حضرتك وبعدين بعدين من ساعتها ما حصلت حمل حضرتك تفتكري ليه سيبت من الكلام اللي دا كاترة قاله وانا بقولك تفتكري يشغلي مخت كده ممكن يكون عشان يعني الأنبوبة التانية تشالت وكده هو الأنبوبة التانية لما تشالت حصل حمل بعدها لأن زالت الأنبوبة تقلل فرص سيدة في الحمل لكن لا تمنح حمل والدليل هو أن حضرتك حملت وجبت بنتك بس لما حضرتك حملت وجبت بنتك ولدتها بقيه قيصرية حضرتك يبقى حضرتك لحد قبل القيصرية دي أنا كنت بأحمل وحملته مرتين صح؟ من بعد القيصرية دي أنا ما شفتش حمل تاني صح؟ أيو حضرتك يبقى العقل والمنطق والتفكير العقلاني يقول إيه؟ ممكن يكون في الاتصاقات ويقول إن القيصرية دي أحدثت مشكلة من وقتها ما بيحصلش حمل رغما إن أو رغما عن إن حد يقول لي روح يعملي أشعة بالسبغة ويقول لي الله الأنبيب سلك لأن الأشعة بالسبغة تظهر الأنبيب نافذة ولا لا لكن ما بتظهرش الالتصاقات تمام؟ دعيب شديد الجزء اللي فاضل من الأنبوبة التي لم تستقصل كاملا دي يتقال عليها كده لا منها ولا كفاية شرها الجزء اللي فاضل من الأنبوبة ده ما يحصلش منه حمل لإنه جزء وليست أنبوبة ولا كفاية شرها ليه؟ لإنها وارد أن يحدث تكرار للحمل خارج الرحم في الجزء اللي متبقي من الأنبوبة تمام؟ هو ما فيش فيه الطب نص نص أنا مضطرة أشيل الأنبوبة أشيلها كاملة وتستقصل لحد آخر ملي فيها تمام؟ ترك جزء منها ليس عملا جيدا ولكنه لا فائدة منها وقد يحدث منها ضرر وبالتالي كان الأفضل استقصالها استقصال تام وبعدين هو بتاع الأشياء حضرتك اللي جال لي كده أنا الدكتور ما جاب ليه ستريت إن الأنبوبة تفضل منها على الشيء ما يا فندم حضرتك في منطقة من مصر اللي الدكاترة مش هيقوله حاجة على بعض في منطقة كده في منطقة كده هيقولك كويسة وإحنا بنعملش حاجة المشكلة فيك تمام؟ وطبعا زي ما قلت لحضرتك قبل ما تحكي كده الأشياء اللي بيستبغى لو أظهرت إن الأنبوبة 100% سالكة ده ليس معناه إن مفيش مشاكل لأن المشاكل اللي بتحصل من التدخل الجراحي وفتح البطن مشكلتين واحد إن الأنبوب تتسد دي الأشياء اللي بيستبغى بتحكم فيها بكفاءة اتنين أن يحدث التساقات في الحوض دي الأشياء اللي بيستبغى لا تظهرها بوضوح تلاتة قد يحدث مرض اسم البطانة المهاجرة بعد القيسرية السابقة وده لا يظهرها أي شيء على الإطلاق سوى المنظار المهم كملي حضرتك فبعدين حضرتك جال لي في دهون على المبايد دهون على المبايد طيب هو ما فيش حاجة في الطب اسمها كده المرض اسمه تكيص مبايد المرض اللي اسمه تكيص مبايد سببه زيادة السيدات في الوزن في مناطق في مصر الدكاترة بيتكسفه بيختشه يقوله العيانة خسي ويبقى خايف إن خلتها وامها وعمتها وبنت اختها يقوله لها خسي إيه ده فيها تخن منك وبيحمله فعايز يقولها خسي ومش عايز تطلع من بقه فعايز يفاهمها لها بالمحسوس يقول لها ده في دهون على المبايد فهمتي إيه بقى إن في دهون كبس على نفس المبايد فإذا حضرتك قسيتي الدهون هتروح فالمبايد تشتغل ده المفروض إن حضرتك تفهمه بالمحسوس لكن الكلام الطبي اسمه كده حضرتك عمدك تكيص مبايد وفقد الوزن سبب من أسباب ضبط هذه الحالة وفقد الوزن شيء أساسي وحتمي هو حضرتك عملي آه والوزن جالي لازم يعني تخسر عجل خمسة كيلو على الأقل خمسة كيلو هو وزن حضرتك قدي إيه أنا ستين كيلو حضرتك تمام كميلي تفضلي فبعدين خستيت الخمسة كيلو وابتدى يدينهم مقشطات جميل فللأسف ما حصلت حمد أنا بعدين رحكي لدفتور تاني أيوة اداني اللي هو اجدلكه فعلي كويس وبعدين بعدها بشهري رحكي لداني من مقشطات تاني فبرضو ما حصلش حمد أيوة بعدين رحت الدكتورة الأخيرة دي جايت لي أعمل تحليل فضلتك هو كل اللي فده كل اللي فده كان بدون تحليل ساعتك مشكه؟ آه بدون تحليل أنا آخر الدكتورة جايت لي لازم تعمل تحليل هرمونات في تاني أو ثلاث يوم الضورة طيب بارك الله فيها كلام مزبوط ألف في المية فعملتها ممكن أقولها لحضرتها؟ أه تفضلي الـ تمام حاضر حاجة وبحضرتك فكده تمام مزبوطة حاضر حاجة وبحضرتك لا طبعا مش مزبوطة هذه التحليل تشير الوجود تكايوس موبايد كان يجب كمان طلب تحليل الزوج بس كمان الدكتورة اختشت لأن حضراتكو في المنطقة اللي انتو عايشين فيها لما حد يطلب مزبوطة تحليل لو ما عليش يا دكتور انت بشواخد بالك بس أنا جوزها أيوا يا سيدي السيدي دي حملت مني مرتين عظيم آه يعني أنا بجيب عيال أيوا يا سيدي ما هي كمان حملت مرتين اش معنى هي تيجي وتتظلم وتقعد في عيادة الدكتور وتتحلل لها وتقعد وتاخد علاجات وحضرتك مش عايز تحلل لا أصلا أنا خلفت قبل كده ما هي كمان هي خلفت قبل كده لا أصلا أنا راجل لا أصلا إحنا ما عندناش هي الراجل والست الراجل مش بالكلام الراجل بالأفعال تمام وبالتالي ليجب استبعاد الزوج كمشكلة ويجب عمل تحليل الزوج اتنين يجب عمل تحليل هرمونات للسيدة وهذه التحليل تشير لوجود تكايص مبايد واضح وتكايص مبايد خلال هرموني يساوي بزيادة في الوزن وفقد الوزن شيء أساسي وأخذ الدواء لحضرتك خدتيه اللي اسمه الميت فورمين شيء أساسي وضبط الهرمونات شيء أساسي وحد كاتب لحضرتك علاج مكثف لطهبيط هرمون اللبن وهو يفيد في مريضات تكايص المبايد ثم بعد هذا الضبط من الوزن والهرمونات يجب أخذ تنشيط للطبويد والاستمرار على التنشيط فترة من ثلاث لست شهور زي ما قلنا النورهان وما تبقاش كل واحدة خدت تنشيط شهره والله الدكتور قال لي أنت كويسة وهيلة والطبويد هايل وعندك بطين وحتيجي الشهر الجاي حمل في توأم وأنا ما شفتش أعظم من كده والبويضات إلحق حوش حاسبي وانت باش تترجل البديد وعظيم والكلام ده كله كلام الأطباء أطباء النساء كلام جميل جدا لكن الستات ما بتحملش بالكلام الحمل عن طريق أن فرص حدوث الحمل فقط 30% لما يبقى التبويد كويس وبالتالي يجب الاستمرار على تنشيط التبويد فترة أقلها ثلاث شهور وأقصاها ست شهور فإذا لم يحدث حمل يجب الانتقال لخطوة أخرى في تشخيص والتعامل مع هذه الحالة وهذا هو المختصر المفيد في علم النساء والتوليد في كلام عن حالة حضرتك معنا اتصلت لفوني آخر تفضلي يا مروة أه يا دكتور أه يا فاند أيه إليه أسنة وتلت تشهر ما حصلش حمل إليك سنة وتلت تشهر ما حصلش حمل أول إليك سنة وتلت تشهر ما تزوجه وما حصلش حمل عظيم اتفضلي ورحت للدكاترة كتيرة وقالوا لي أنت ما لديكش حاجة كتيرة؟ رحت للدكاترة كتيرة في سنة وثلاث شهور؟ خمستاشر شهر وانت عمرك كم سنة؟ أنا لدي 19 تمام انت تعرف يا ماروة أنه مش المفروض أنه واحدة تروح لدكتور ساعيا للحمل قبل مرور ست شهور لسنة من علاقة زوجية منتظمة يعني حضرتك ما كانش مفروض تروح للدكاترة بعد سنة لهم حضرتك متجوزة بقالك سنة وثلاث شهور تقول ليه رحت للدكاترة كتير كتير كم مرة يعني؟ يعني مرة أنا كان لها الأول 14 رحت للدكتورة أيوة بعد كده كان لها 18 رحت للدكتورة دكتور أي بعد كده في السنة رحت للدكتور تاني يعني كل 3-4 شهور مرة أيوة وكلهم أجمعوا أن حضرتك ما عندكش حاجة وصبري واستني وانت لسه صغيرة والموضوع مسألة وقت وان شاء الله ربنا يكريمك وبإذن الله الشهر الجاي حتجيلي حامل مش ده الكلام اللي تقال؟ آه وبعدين؟ ما كشف عليها الدكتورة وكده جل نسبة التبويض عندك عالية وده كشف إزاي عارف أن نسبة التبويض عالية؟ يعني في أيام التبويض وكده في أيام التبويض عمل لحضرتك صنار؟ آه من البطن؟ آه تمام هو الصنار من البطن ده مروة للأسف الشديد ما بيشخص حاجة في أمراض نساء وما بيشوفش حاجة الصنار من البطن ده معمول لمتابعة الحمل بينما السيدات اللي مش حوامل ما بيبانش حاجة من المبيض والتبويض اللي كويس ومتابعة التبويض ما تتعملش ألف صنار مهبلي هو إيه اللي تسعة وإيه اللي عشرة؟ تخيالي أن أنا بشتغل أستاذ وبدرس في كلية الطب ما عرفش يعني إيه المبيض الشمال تسعة واليمين عشرة ما عرفش الكلمة دي معناها إيه؟ هو إيه اللي تسعة وإيه اللي عشرة؟ هو إيه؟ آه نسر الطبويض حضرتك فهم أن ده كلام أنا بقى كميني دكتور وإنتوا دكاترة زي بعض تفهموا الكلام ده؟ فهم أن ده كلام يفهم ما فيش حاجة في الطب اسمها نسبة الطبويض التسعة ما فيش حاجة اسمها كده وحضرتك حضرتك دراستك إيه مروه؟ أنا؟ أم في الثالثة أعدادي حلو قوي حضرتك وإنتي في الثالثة أعدادي مش دراستي أن السيدة الطبيعية يحدث لها طبويض من إحدى المبيضين بخروج بوايدة في الشهر؟ آه السيدة الطبيعية بيحصل لها بوايدة في الشهر فإزاي بقى مروه تبقى طبيعية وتبقى ست سوبر كده وتروح يقولولها على فكرة المبيض الشمال شغال واليمين شغال أم الكلام ده درستي في الأعدادي؟ لا أيها ما فيش حاجة اسمها المبيضين بيشتغلوا إلا إذا كانت واحدة واخدى تنشيط للطبيع بعد كده يا دكتور طرب مني تحليل جهوزي وكده أيها وقال لي عنديك نسبة الصديد نسبة الصديد عنديك أنتي ولا عندي الزوج نسبة صديد في التحليل؟ عندي الزوج عند الزوج ونسبة الصديد مأسرة على الحركة؟ ولا الحركة بتاعت الحيوانات المنوية طبيعية؟ لا مأسرة مأسرة وزوجك مدخن؟ أه وما قالوش الدكتور أن تبطل التدخين؟ لا ما قالوش أمال إيه قالوه طلع السجرة وانتقسم فيها؟ يعني محدش قالوه أبدا أن من أساسيات علاج الأزواج إيقاف التدخين؟ ما أنا دكتل دكتله وبطل التدخين والشاي والكلام ده؟ لا هو الشاي مالوش علاقة الشاي مالوش علاقة تمام؟ لكن التدخين حاجة مؤثرة بالسلب جدا على الرجالة وفرص حدوث الحمل خاصة اللي عنده مشاكل فيه الحيوانات المنوية يا دكتور وكان ساعة يجيبه العلبة يعني في يوم كان منه اليوم الثاني كان يخلصها الوقتي بقى بيخلصها في اديه؟ بروقتي يعني خفل شوية بيجي كل في اليوم خمس سجاير مثلا اثنين تلاتة ازا كده يعني كان بيخلص العلبة في يوم النص بقى بيخلصها في ثلاث تيانة اه سيء هم؟ سيء مش حلو ده؟ ما قلت كده يا دكتور الناس كلها جدك له كده بس ما هو مستعمل كلام يعني دماغه حجر صوان اه طب وحنعمل له ايه ده بقى مرة؟ والله لازم مشاعر فكت طيب ممكن تمسح نمسى يا دكتور يعني ما حضر حنصى حضرتك منها لي حضر واحد اذا كان تحليل الزوج اسماعيل من خلال التلفزيون مرة اذا كان تحليل الزوج اثبت وجود مشاكل عند الزوج هذا لا يعني ان الزوجة لا توضع تحت الاختبار يعني احيانا يبقى في مشاكل في الناحيتين فاحنا مش لقينا مشكلة في الزوج فلازم الزوجة كمان تتفحص مش تتفحص يعني حد يعمل لها سونارم البطن ده لا يرى شيء ومش تتفحص يعني حد يعمل لها سونارم هبلي اه ده جيد بس كمان يتعمل لها تحليل الهرمونات لبيان حالة الهرمونات بتاعتها ثم اذا تطمننا انها مبدئيا كويسة هنقوم نتجه لتحليل لعلاج الزوج ومفيش علاج للازواج يجدي في ظل التدخين التدخين عامل مؤثر بالسلب جدا 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 وبلاش يكون الرد اصلان اصحابي بيدخنوا كلهم عندهم عيالي تمام لان حقيقة من يناقش بهذه الصورة فده دجماتيك ولا يمجي دي النقاش معاه وبالتالي يجب ايقاف التدخين اخذ علاج وطبعا شوفوا الدكتور يعني ايه كان حنايا عليه ازاي مش يقوله ده انت عندك ضعفة في الحركة ومش اعرف لا هو قاله ده في شوية صديد تمام لما انا بقى سألت الصديد ده مؤثر على الحركة اه مؤثر ومؤثر جامد تمام يجب ان الزوج يتوقف عن التدخين يجب يروح لدكتور يفحصه يشوف فيه عنده دوالي واللأة يجب يعمل تحاليل اخرى وغير تحاليل السائل المنوي زي هرمونات او دوبلر على الخصية عشان يبان دوبلكس يعني عشان يبان فيه دوالي واللأة ويجب ياخد علاج للكلام ده كله مع الاخد بالاعتبار ان العلاج لن يجدي في ظل التدخين اتفضل يا مه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ايه يا دكتور اهلا بيك والله يا دكتور انا بغني حضرتك عالصبر بتاعك وانك بتسمعنا وبتطول بالك والكلام ده كله مع ان الناس بتقول ان انا غير كده خالص بس يعني الحمد لله بنتعود بغني انه ستات بقى طيب يا ستي ربنا يجعله في ميزان حسناتنا تشكر ليكي تشكر ليكي جدا تفضلي ايه حضرتك انا متجوزة ليه سنة ايه وايه اول ما اتجوزت انا عندي الساعة تشر سنة اه اول ما اتجوزت حملت على طول يعني لقات ليش بعد الجواز جميل وانا عندي تقييس مبايد بس ما كنتش عارف قبل ما اتجوز وارد فسقطت في اول يومين في الشهر الثالث كان النبضي شغاله تمام وكل حاجة وارد جدا سقطت وقعدت ايه تمام شهور ما حصلش حمل وديه برص حللت وكسفت اه فقالولك بقى ان عندك تكاييس مبايد قلتلي عمليني تحليل تكاييس مبايد ايه عملتلي الغضة الدراقية وهرمون اللبن قلتلي مظبوطين بس عندك تكاييس مبايد تمام وطبعا يا مها وارد جدا ثاني واحدة وارد ان حضرتك تزوجتي عندك تكاييس مبايد من درجة بسيطة سمح بحدوث حمل ايه هي قالتلي فعلا درجة بسيطة يا قبل كده اخرتلي وانا بنت ثلاث شهور بس كما كثبت الدكتورة عندهاش ضمير فما قالت ليش طيب ثانية واحدة مها ثانية واحدة كويس يعني عشان ايه حضرتك بتقولي يعني صريحة كده واضحة بص يا مها كون ان حضرتك الدورة اخرت وانت قانسة ده معناه ان فيه تكاييس ومن درجة مش قليلة كون ان اتكشفت انا فينك ده من حضرتك تمام كون ان اتكشفت بس بس ايه ماشي ماشي خلاص بقى سيبك من اللي حصل مش عايزين نقعد نعيد في حد كون ان اتكشفت وما قالوا الكيش ده طبعا ده مشكلة لان لما يقول لحضرتك ان فيه مشكلة كنت حتراعي انك لما تتجوزي ما تزديش في الوزن الزيادة اللي زديها بعد الاجهاض اللي حصل فنقل درجة التكاييس لدرجة اعلى فما بقاش يحصل حمل كان يقول لحضرتك ان فيه مشكلة فانا خلي بالي فيقولوا ان فيه مشكلة فظبط نظام حياتي واكلي وغزايا والدواء بتاعي تمام لكن برضو انا كمان انا كمان بعذر الدكتورة اللي قالتلك كده ليه لان حضرتك روحت لها ومعاكي والدتك وهم عايزين يتطمنوا فهي طمنتهم قالت لهم الكلام اللي هم حابين يسمعوه دي كويسة وزي الفل وما تخليش حد يلعب في هرموناتها ودي حاجات بسيطة وكل البنات على كده ولما تتجوز حتتظبط مش هو ده الكلام اللي قالوه سهلا يا دكتور الله عندك حق في كل الكلام اللي انت هتقوله بشتغل الشرنية دي بقى لي 30 سنة بسمع الكلام ده ليل ونهار والله انت دكتور شطر جدا وانا والله العظيم بذكرك بس بص يا دكتور انا جيت روحت للدكتورة قالتلي اديتلي بتاع ده منصت مم وبعد كده قالتلي انا هديكي في اليوم التاسع حقنا كويسة وزبطتلي معادي الجماعي يعني كويس وبعد بعد كده اديتلي حقنا تاني في اليوم ايه بعدها بيومين بالضبط بـ 48 ساعة طيب سوان يا مه اللي انت خدتيه الراس اللي خدتيها ده اسمه تنشيط للطبويد الحقنا اللي خدتها في اليوم التاسع لقت التبويد لسه مش كويس اوي فدتك حقنا عشان تكبر البيضات اكتر لما البيضات وصلت لحجم معقول وبعد كده خرجتها الحقنا الاخيرة دي اسمه حقن التفجير ده على بعضه كده ايوة التفجير او حقن خروجها الباكتش ده على بعضه اسمه تنشيط للطبويد كله على بعضه اسمه خدت منشطات ايوة طميم يا دكتور ماشي قالتلي عندك مويدتين رحت لها بعد كده يعني قالتلي لو اخرت عليك خمس ست ايام اعمليلي تحليل حملي في الده متعليلي كويس اعملت التحليل ورحت لها ماشي بعد كده قالتلي انت حامل والمعنى اللي انت حامل قالتلي بس يا ماما الكيس صغير جدا اي جيت رحت لها قالتلي تجيلي كل اسبوع جيت رحت لها تاني كل اسبوع قالتلي يا ماما لسه الكيس مش عارف اخد مقاسه ده صغير جدا واختبار الحمل اختبار الحمل ما تعملش في الدم رقمي اختبار الحمل الرقمي في الدم كان كام ولا ما طلبش صارحة ماشي تعمل رقمي بس يا بتكشفلي على طول بالصنار المهبلي وعدها جهاز اللي هو ثلاثة الرباية احنا مش عايزين لا ثلاثة ولا رباية عشان يبان كيس حمل تمام ده رفاهية لكن المهم هو طالما كيس الحمل صغير يبقى الحمل ده مقلق ويجب عمل اختبار حمل رقمي في الدم لبيان كفاءة وجودة الحمل لما حضرك تبقى يحمل في شهر وهرمون الحمل 500 ده قليل اول حمل ده مش طبيعه ومش هيكمل لما أبقى حمل في شهر وعشرة ايام وهرمون الحمل 3000 ده برضو قليل بالنسبة للفترة دي يبقى في معايير انا المفروض حمل في قد ايه فمستوى هرمون الحمل يدل ان الحمل ده ماشي كويس ولا لا كملي بس قبل ما نختار معا لسه انا اسفة والله انا اعرف ان انت صابور جدا بس انا اسفة انا ايه فضالي يا دكتورو يا ده الوقت ما رح تلقى لسه انت مسقط قبل كده فالله ان تاخد الحقن اللي هي كل يوم بتتاخد تمام اللي هي بتحسلت الدم تمام تمام خدتها خدها كل يوم ايوة انا مش بقول تمام بمعنى ان ده صح تمام بسمعك يعني بسترسل معاك لكن هو ده مش علاج لحالتك خالص ولا له علاقة بالحالة اللي عندك مطلقا ايه بتقولي الدم مش واصل عشان الكيس يكبر الدم مش واصل ده مش تشخيص لحالة بتاع حضرتك حضرتك بتجهدي والكيس ضعيف والحمل بيتأخر بسبب تكيس المبايد بسبب سوء نوعية البوايدات في مريضات تكيس المبايد ايه اول قالتلي خسي بس انا معرفتش اخس انا وزن 65 كيلو ايه فاندم حضرتك لو وزنك 50 كيلو عندك تكيس مبايد ووزنك ده غير مناسب لهرموناتك طيب ماش يا دكتور دلوقت انا لها شهر ونص الكيس مكبرش طيب حينزل هي قالتلي اخرج شهرين لو ما شوف النبضة هيشتغل ولا لا او كده والنبضة هيشتغل في ايه في الجنين اللي لسه ما ظهرش لان الكيس لسه صغير نا اخي ده ظهر ظهر واخدت مقاسه ظهر واخدت مقاسه طيب يا مهاء طيب بتقولي مقاسه مديني خمس اسابيع مهاء الاسبوع الجاي حضرتك هتكلميني ايه ايه وحتقولي الكلام اللي انا قلته ده قالوا لي بقى ده يعني مفيش امل يا دكتور ولا يعني الامل في وجه الله تعالى انا ما شفتش معرفش لكن بالكلام اللي حضرتك بتقولي ده ده حملة مش كويس طعم ومفيش علاقة بالأدوية السيولة والحقن لو خدتيها عشرين مرة في اليوم ما هياش علاج للحالة دي خالص 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 ولا ضرر منها على الاطلاق ولا فايدة منها مطلقا في علاج حالة حضرتك حضرتك تزوجتي وزنك ستين كيلو فحصل حمل انتهى باجهات زدتي في الوزن فالحمل اتأخر وما حصلش اللي بمنشطات ولما حصل بنكرر نفس التصة بعد الحمل ده هتوصلي لسبعة وستين تمانية وستين كيلو فحتلطست بيها تقولي ده الدورة بقالها شهرين ما جاتش تمام؟ هو ده المسار اللي حضرتك بتمشي فيه حضرتك بتزيدي في الوزن فبتزودي درجة المرض حضرتك تقلي في الوزن فتقليلي درجة المرض الى جانب ضبط الهرمونات مع دكتور كويس ومن درجة ما هياش بسيطة وكل من قال عكس ذلك قال تهوينا للمشكلة انت ما عندك ايش حاجة ده مش حقيقي انت عندك تكايس من درجة بسيطة ده مش حقيقي حضرتك عندك تكايس مبايد يجب ضبط هذه الهرمونات يجب عدل الوزن يجب تخفيض الوزن يجب ضبط الحالة الهرمونية قبل اخذ اي منشطات يا ام حنلاقي اللي حضرتك بتحكي ده بيتكرر كل مرة انا بقالي سنة ما حصلش حمل وفي السنة دي بتردد على عدد ده كترة وبقى اخد منشطات ولما حصل حمل انتهى باجهاض اخر انا بقالي سنة ونص متجوزة حملت فيهم ثلاث مرات وكان بيحصل اجهاضات وبقالي ست شهور ما بيحصلش حمل واخر شهرين الدورة ما جاتش ده المصار اللي بيمشي فيه هذا المرض هذا مرض ما بيكسفش ما بيقفش ما بينتهيش ما بيخفش ما بيخلص لا شفاء منه هو مرض مزمن مرض يتطور حضرتك احنا في سباء انت وهو هو المرض سبقك لان حضرتك ما بتبزليش بمجهود اللي مطلوب اللي هو فقد الوزن وضبط الحالة الهرمونية يجب التعامل مع طبيب متخصص في تأخر الحمل لضبط الهرمونات قبل محاولة البحث عن الحمل وحدوث حمل لكي لا تتكرر قصة الاجهاض مرة اخرى هذه هي اساسيات التعامل مع مريضات تكيس المبايد يا مدام نرهان لنرهان ومهى ولكل المتكيسات اللي هم اكتر سيدات في المنطقة العربية وفي العالم موجودين في بلدنا للأسف الشديد تكيس المبايد خلال هرموني يحدث نتيجة الاستعداد وراسي له ويصاحب استعداد وراسي للسكر في العائلة مع زيادة حديثة في الوزن متمركزة في منطقة اسف البطن والارداف والفقدين ويجب على اي واعي يتعامل مع هذه الحالة ان يتعامل مع المحاور التلاتة دول في اساس مرض التكيس المبايد قبل البحث عن الحمل لانه عبارة عن خلل في الجسم وطالما هذا الخلل الموجود المبيض لن يعمل بصورة طبيعية واذا عمل فلن ينتج بوائدات جيدة واذا خرجت ففرص حدوث الحمل منها قليلة واذا حدث حمل فاحتمالية عدم اكتماله احتمالية مرتفعة للأسف الشديد للأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرة جينا وزي ما نسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله اجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير والله وهلّف والله وهلّف والمركافل بتحلّف والمركافل بتحلّف الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايا الصبر ما تعبوها تهوت اشتركوا في القناة